الحب ما أروعها من كلمة وما أقدسه من معنى وما أضخمها من مسؤولية ملخص كتاب إلى حبيبين كيف تسيطر على حياتك العاطفية وتكسب شريك عمرك تأليف كريم الشاذلي بصوت مارلين شاكيب هل يختلف الزواج عن الحب في المعنى؟ في الحقيقة إن الإجابة هي نعم هما مختلفان إذ إن الزواج يعني أن هناك اثنين يعيشان معا أما الحب فهو اثنان يرغبان أن يعيشا معا ويمكن لهذا الفرق البسيط أن يغير حياة أي شريكين فإذا كان زواجهما عن حب ورغبة في الاستمرار سيمنحهما ذلك القدرة على مواجهة الظروف الصعبة والتناغم مع مختلف التطورات والتغيرات في حياتهما إلا أن كل الأزواج بحاجة إلى بعض المهارات الضرورية لتقوية روابط الحب بينهما مثل قدرة الرجل على فهم تصرفات المرأة الغريبة عنه إضافة إلى قدرة المرأة على معرفة أسباب تصرفات الرجل الغريبة يعمل هذا الكتاب على تأسيس القواعد الضرورية لزواج ناجح وصحي كما ويكشف عن الأفكار الخاطئة فيما يتعلق بالزواج والعلاقة بين الشريكين فهل أنت مستعد؟ الفصل الأول الحب أولاً ليكون الزواج سعيداً إن الحياة بلا حب صعبة جداً بل هي جافة أيضاً فالكثير من الناس يصعى إلى الحب الذي يصل إلى الزواج السعيد فعندما سئل رجل عن حبه الشديد لزوجته رغم انقضاء خمس سنوات على زواجهما أجاب قائلاً لقد تزوجت زواجاً تقليدياً أمي قد اختارتها لي ورأيتها ثم استخرت الله فلم تمر أسابيع إلا وكانت في بيتي إنني لم أكن أشعر بمشاعر الحب تجاه الزوجتي عند زواجنا فكرت كثيراً في التراجع ولكن شيئاً في داخلي دفعني نحو الاستمرار وفي ذات يوم بدأت أكتب ما هي الصفات العشرة التي أتمناها في زوجتي ووجدتها تمتلك ثمانية منها فعدت إلى منزلي وكل حب تجاهها ومنذ ذلك اليوم أشتاق لها في كل لحظة إذ إنما يدفع الزوجين إلى الاستمرار وتحقيق السعادة هو الحب والاتفاق الفكري بينهما وهذا أكثر أمر يضمن زواجاً مستقراً ولكن الحب قد يشيخ مع الأيام ليأتي هنا دور الرحمة فجميع العلاقات الزوجية قائمة على الحب أولاً ثم على الرحمة ثانياً فعندما جاء رجل إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يريد أن يطلق زوجته لأنه لا يحبها أسمعه عمر وقال له ويحك ألم تبنى البيوت على الحب فأين الرعاية وأين التذمم فالزواج فيه سلبيات وإيجابيات ولا يكون قوياً إلا إذا أثبت جدارته في المودة والرحمة كما قال تعالى وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً صدق الله العظيم إن المرأة بطبعها تحتاج إلى الإحساس بالطمأنينة وطمأنينتها هو حب الرجل لها الذي يجب أن يكون عطاءً يجب أن تشعر به المرأة بالإحساس وليس بالجسد فعندما يعشق الإنسان شخصاً ما فإنه يفكر بالزواج منه ولكي يكون زواجاً ناجحاً وسعيداً يجب على الإنسان التخلص من بعض التصرفات التي تعد في الحقيقة هادمة للزواج والحب كالشك وانتقاد الزوجين لبعضهما تبدو هذه التصرفات بسيطة ولكنها قد تهدم زواجاً بأكمله كما ويجب مراعاة الاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة فكل منهما يتعامل مع الضغوط بشكل مختلف عن الآخر فالرجل عندما يقع في مشكلة لا يلجئ نفسه إلى أحد إلا عند الضرورة بينما تلجأ المرأة عند الضغط إلى شخص تتحدث معه ليتعاطف معها وليس بحثاً عن الحلول المنطقية فإذا أدرك الطرفان مثل هذه الاختلافات سيصلان إلى نقطة التفاهم المطلوبة ولكن كيف يمكنهما أن يتحدثا بحيح؟ الفصل الثاني يتطلب الزواج الناجح أسلوب نقاش يستند إلى الحقائق الموضوعية بدلاً من العاطفية يعد التواصل الصحيح بين الأزواج الطريقة المثلة لكسر الحواجز بينهما المرأة في طبعها تحب عبارات الغزل وتحتاج إلى الدعم المستمر من زوجها فالمرأة التي يحبها زوجها تشعر وكأنها امتلكت الدنيا بأكملها على عكس المرأة التي لا تشعر بالاهتمام لا نعني بالتواصل الكلام العذب فقط بل الأحاديث الجدية فالرجل يحتاج أيضاً إلى المرأة يحتاج إلى تحفيزها له ليتقدم بشجاعة نحو الأمام وهناك بعض الأخطاء التي يقع فيها الزوجان أثناء التواصل وهي أولاً الصراخ وقت النقاش والذي سينعكس أثره السلبي على العلاقة وينشر التوتر بينهما مما قد يضطر أحدهما إلى إلغاء النقاش قبل أن يبدأ وبالتالي عليهما التحكم في عصبيتهما وثانياً اتهام أحدهما للآخر بالفشل فلا يجب أن تأخذ الأمور على شكل تنافس فالزواج ليس منافسة وإنما ارتباط بين شخصين والشعور بأنهما فريق واحد فالزواج يشبه عجلات السيارة فأنت وشريكك بحاجة إلى التحرك والتقدم بنفس الاتجاه إن نجح شريكك في عمله فقد نجحت وإن فشل بأي شيء فقد فشلت لذا تأكد من وجودك بجانبه والآن لنتعرف على بعض النصائح العملية للحديث بين الأزواج يجب على الزوجين أن لا يطالبا بعضهما بتحمل المسئوليات التي يجب على أحدهما القيام بها بل يجب إظهار الحب لبعضهما فالزوجة تحب الاكتراث لمشاعرها والزوج يحب الشكر على ما يقدمه بأقصى طاقته وإن كان قليلا كما أن أكثر ما يكرهه الزوج هو نبرة الصوت التي فيها تحد والنقد الذي هو من مهلكات الحوار لأنه يؤثر سلبا على صحة الإنسان النفسية أما الحوار بهدوء وإيجابية هو الذي يجعل الزوجين أسعد حالا فهو سقراط استطاع أن يكسب إيمان الناس بأفكاره فكان يقول كنت أطرح على الناس الأسئلة التي أؤمن بأن إجاباتها نعم فإذا أردت أن تجعل الناس يؤمنون بأفكارك يجب أن تطرح عليهم الأسئلة التي تكون إجاباتها دائما هي نعم والآن فلنتفق على أن الحياة مليئة بالتحديات الصعبة فكيف يمكن للزوجين التعامل وقت هذه التحديات؟ اقتباس الزوجة التي تشعر بأن زوجها يعززها ويتعامل معها على أنها إنسانة لها شخصيتها المستقلة التي يجب أن تحترم تكون دائما متحفزة للعطاء والبذل الفصل الثالث من واجب الزوجين مراعاة التحديات التي يتعرض لها كل منهما في حياته العملية والخاصة هل يوجد زواج بدون تحديات؟ بالطبع لا فما هي أسباب التحديات الزوجية؟ أولا، فيما يخص العلاقة الجنسية فهي من أخطر الأسباب إذ إنها وسيلة للتعبير عن الحب والاهتمام بشريك الحياة فالجنس يختلف بمفهومه بين الرجل والمرأة فالرجل يستطيع أن يفصل بين الجنس المحض وبين الحب بخلاف المرأة التي لا تفصل بينهما فهي تتأثر دائما بالقصص والروايات العاطفية والرومانسية ثم ثانيا، عدم التفاهم بينهما بسبب الظروف الصعبة التي يمران بها يستطيع الشركان مواجهة هذه التحديات من خلال التحكم بردود أفعالهما والصبر على بعضهما كما أن هذه التحديات تخلق العديد من الفوائد النفسية أولا، تسمح للزوجين بالتصريح بكل ما في قلبهما دون كتمان ثانيا، تمنح الزوجين الفرصة للتكفير عن الذنوب وتنبيها للمؤمن ليراجع حساباته أمام الله مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته المليئة بالالتزامات أفضل زوجين في العالم فلم تمنعه كثرة أعماله ومشاغله من إعطاء أزواجه حقوقهن الواجبة عليه مع أنه كان مبلغا للرسالة ومعلما للناس إلا أن هذه الأعمال كلها لم تحل بينه وبين أزواجه كما هو حال كثير من المسلمين اليوم يضيع حقوق زوجه بحجة أعماله الكثيرة والتزاماته العديدة وأثناء تجوالي في سيرة خير المرسلين توقفت أمام العديد من المواقف والتي رأيت أن أضع لكم إحداها حين نزل جبريل بالوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام رجع إلى الزوجة الحنون العاقلة الكاملة خديجة رضي الله عنها وأرضاها وفؤاده يرجف وكانت السيدة خديجة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لا يوصف فحكى لها ما حصل معه في الغار خائفا مرتعبا ثم قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي والغريب هو ردة فعلها رضي الله عنها وهي بحاجة من إلى وقفة طويلة إذ من المتوقع أن تخافك كل النساء لكن الغريب أنها كانت على العكس من ذلك فقد نظرت إلى الموضوع بمنتهى البساطة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقص عليها أمرا عاديا وقالت له في يقينا ما يطمئن قلبه بأن كيف لله سبحانه وتعالى أن يضره بشيء وهو من يتصف بحسن الخلق الفصل الرابع القدرة على تحمل المسئولية مهما كانت الظروف تعزز انتماء الزوجين لبعضهما هل حياة الفقر تؤدي إلى اختلال توازن الحياة الزوجية؟ كثيرون ما يطلقون عبارة الفقر يقتل الحب ربما تكون صحيحة وربما تكون خاطئة إذ إن الزواج بحاجة إلى الكثير من المسئوليات والمال ولكن إذا أحب الإنسان حبا نقيا يذهب الفقر أدراج الريح فالإنسان المناسب هو الأهم في حياتك يفقد الإنسان أولا ثم يدرك ثم يتألم إنها الحقيقة المرة فنحن لا ندرك قيمة معظمي وربما كل ما نملكه من أشياء وأشخاص إلا بعد أن نبتل بالفقد فنتذكر حقيقة أنه لا أحد يبقى مدى العمر يقول الشيخ علي الطنطاوي لم أسمع زوجا يقول إنه مستريح سعيد وإن كان في حقيقته سعيدا مستريحا لأن الإنسان خلق كفورا لا يدرك حقائق النعم إلا بعد زوالها نعلم كثيرا أن المرأة هي نواة الأسرة الحقيقية هي التي تعلم وتخرج أجيال الناشئة هي التي تعمل على تنظيم ميزانية الأسرة والمرأة الصالحة هي دائما على اقتناع برزق الله لها لنأخذ العبرة من قصة أسماء بنت أبي بكر التي تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضج وغير فرسه أي أنه ليس لديه أي شيء غير بعيره وعلى الرغم من ذلك كانت تساعد زوجها وتدعمه المرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة لذا أوصان الله تعالى بمراعاتها نفسيا وجسديا أثناء فترة الحيض وقد أجاز الإسلام لها في هذه الفترة من عدم الصلاة والصيام فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الناس مراعاتا لزوجاته أثناء فترة الحيض فكان يأبى أن يترك زوجته الحائض ليبيت عند زوجته التي ليست بحائض اقتباس الزواج كالكائن الحي يعيش برئتين وهما الحب والرحمة فإذا عطبت إحدهما بقيت الأخرى قائمة بدورها في ضخ الهواء فقرة بارزة من الكتاب إذا أردت رائدا وناصحا يساعدك في إدارة حياتك فقلب بصارك في سيرة المصطفى فإنه ارتضاء يضحي في خصوصياته وجعل حياته الخاصة ملكا عاما للبشرية لتتعلم منه ثم ترانا بعد ذلك نزهد عميراته الثمين تلك هي والله الغفلة فلننهل من عذب سيرته ونستحضر كلماته ونقتفي أثره الخاتمة يمكن للزواج أن يتحول إلى حرب يسعى كل طرف فيها إلى الفوز وذلك إذا لم يعرف كل من الرجل والمرأة كيف يتعامل ويتفهم مع الآخر إلا أنه يجب العلم أن الزواج هو النصر والخسارة للطرفين معا إما النجاح سويا أو الخسارة سويا وذلك بمراعاة الاختلافات الجوهرية بين المرأة والرجل والأساليب التي يتعامل بها كل طرف مع الآخر فلكل منهما طريقته في التعامل مع الاضطرابات كما أن تعبير كل طرف عن الحب يختلف عن الآخر بل إن كليهما وحديثهما ليس واحداً فالحب هو قاعدة الأساس للزواج السعيد بينما تساعد معرفة طريقة تفكير الطرف الآخر على بناء نقاش فعالاً وصحياً بين الزوجين وذلك ما يساعدهما على تجاوز تحديات الحياة المختلفة وتحمل المسئوليات الملقاة على عاتق أي منهما مع الاحترام والتقدير لدور الطرف الآخر